توصل أفلام عيد الفطر السينمائي منافستها على شباك الإيرادات ولم يحقق فيلم محمد حسين بطولة محمد سعد إيرادات كبيرة حيث وصل إلى ثلاثة ملايين جنيه جعلته متذيلا شباك الإيرادات بينما حقق منافسه الفيلم الكوميدي سبع البورنبا للفنان رامز جلال 20 مليون جنيه وبتلك الإيرادات يكون فيلم محمد حسين العمل الأقرب لرفعه من دور العرض في يوليو المقبل بسبب طرح الكنس في الأسبوع الأول من يوليو والفيل الأزرق في الأسبوع الثالث من الشهر المقبل إلى فاصل نواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس انتظرونا